السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً معنا في المراجعة الأولى حول ظروف الزمان والفعل الماضي وتاء المفتوحة في آخر الأفعال للسنة الرابعة ابتدائي نعمل على استذكار بعض المفاهيم أولاً ظرف زمان مثال خرج الأبو من المنزل صباحاً ورجع مساء نراحب أن في الكلمة صباحاً نراحب كلمة صباحاً تعبر عن زمان معين أو وقت وكذلك مساء أيضاً تعبر عن زمان ووقت إذن ظرف زمان هو اسم يبين زمان وقوع الفعل وهو ما يدل على وقت أو فترة محدودة أو غير محدودة مثل يوم، شهر، سنة، حيناً، برهة، أبداً، أسبوعاً، سنةً وغير إلى آخر الأمثلة نأخذ بعض التدريبات وظف ظروف الزمان ساعة، يوماً، أسبوعاً في جمع المفيدة درست ساعة كاملة بقي يوماً كاملاً عن بداية الأسبوع أسبوعاً، قضيت أسبوعاً جميلاً ضع باكراً، ليلاً، شهراً، في مكانها المناسب بقي على موعد الامتحانات كاملاً شهر، نقول شهر كاملاً شهر كاملاً، قرأت القصة متى؟ ليلاً ولما استيقظت باكراً أكملت الجزء المتباقي الجزء الثاني نتمنى وهو أنواع الفعل أول فعل كان الفعل الماضي نأخذ مثال علج الطبيب المريضة ثم كتب له وصفة الدوائي مثال ثاني فازع فازع العداء في السباقي في المثالين، نرى الكلمات الملونة عالج كتب وفازع هذه الكلمات كل عبارة الأفعال آخرها ينتهي بي فتحاً عالجاً، كتباً، وفازاً، ووقعت في زمن مضى في الماضي، إذن إذا أردنا أن نتعرف على الفعل الماضي، هو كل فعل وقع زمنه في الماضي، ويكون دائماً مبنياً، نموذج نأخذ في الإعراب، فازع العداء، الفعل هنا هو فازع، نقول، فازع متى؟ في الماضي، إذن فازع فعل ماضي، والماضي قلنا دائماً مبني، إذن فعل ماضي مبنياً، على لاحظ الإشارة في نهاية الفعل الفتحة، إذن نقول فاز فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره ناخد بعض الأمثلة تمنينات واستجوابات وضف أفعال ماضية في ثلاث جمل مفيدة من عندك ممكن أن أقول رجع الولد من المدرسة كتب التلميذ الدرسة وهكذا سؤال الثاني حوط على كل فعل ماض في الجمل التالي جملة الأولى وقف شرطي المرور في وسط الطريق الفعل هنا هو وقف نقول وقف فعل ماض مبني لاحظ في نهايته ماذا؟ على الفتح الظاهر على آخره جاء صديقي إلى المنزل ولعبنا مع بعضنا البعض الفعل هنا هو جاء نقول جاء فعل ماض مبني لاحظ الحركة في نهاية الفعل مبني على الفتح الظاهر على آخره كتبت درس اليوم ثم قرأته على أمي الفعل هنا هو كتبت لكن هنا لدي ضم ولدي التا من كتب؟ أنا إذن كتب فعل ماض لكن هنا ينتهي بسكون أقول كتب فعل ماض دائما مبني ولكن هنا مبني على السكون مبني على السكون والتا هنا هو ضمير متصل في محل رفع الفاعل أنا فتحت أو أعفوا فتحت ليلة الباب حتى تدخل القطة الفعل هنا هو فتحت متصل بتا بضمير متصل عليه سكون من فتحت؟ هي فتحت فتح فعل ماض مبني على الفتح لاحظ هنا الفتحة الظاهر على آخره والتا ضمير متصل والتا في الأصل فهي للتأنيت ممكن أن نقول كقاعدة إملائية تساعدنا أثناء الكتابة التا المفتوحة في آخر الفعل تكتب في الحالات التالية التا قلنا تا تكون دائما مفتوحة في آخر الأفعال ولكن تكتب في الحالات التالية تا التأنيت الساكنة تا التأنيت الساكنة المتصلة بآخر الفعل الماضي مثال تأخرت تأخر في الماضي مبني على الفتح والتا للتأنيت فازت فازع في الماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره والتا للتأنيت جرت أفوال جرت جرى فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح الظاهر على آخره والتا للتأنيت كما يمكن أن تكون التا المفتوحة في آخر الفعل لما تكون هذه التا متحركة وانمتصلة بآخر الفعل الماضي مثل خرجت خرجت أفوال مزجت مزج فعل ماضي مبني على السكون والتأ هنا ضمير متصل نجحت نجح فعل ماضي مبني على السكون والتأ ضمير متصل هربتي فعل ماضي مبني على السكون والتأ متصل تاء مفتوحة أصلية تكون في آخر الأفعال بمعنى أصلية لا يمكن حدفها مثل تعنت لا نقول تعنى تعنت فالتاء أصلية بهت باغت مات وهكذا إلى هنا شكرا للمتابعة ودمتم لنا أوفية شكرا